موسيقى مساء الخير وأهلا وسهلا بكم أو صباح الخير وأهلا وسهلا بكم نتمنى أنه لكم فعلا سبب بركة من خلال التأملات اللي بنقدمها لكم هاليوم رح نتكلم على موضوع سميت المتطلبات المفقودة رح نقرأ من إنجيل يوحن من الأهد الجديد صاح الخامس ومن العدد ستة مكتوب هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا فقال له أتريد أن تبرأ أجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر قال له يسوع قم أحمل سريرك وأمشي شخص مريض يمثل العالم بفقدان لأهم الأشياء بنشوف هذا الشخص مريض جسديا مشلول ما يقدر يتحرك لمدة 38 سنة مريض روحيا من خلال السياقة التي نقرأه من إنجيل يوحن ومن خلال المعتقدات الخاطئة التي يؤمن بها تعبان نفسيا يلقي اللوم على الآخرين وهمنا أهم موضوع في الجواب لسؤال المسيح تعبان اجتماعيا مهمل من قبل الناس ومرفوظ سؤال المسيح إليك اليوم أتريد أن تبرأ تريد تنشفي جاوب على قد السؤال ولا تشرح ولا تبرر ثق هو يقدر أن يشفيك من كل الآلام والأمراض والتحديات هذا الشخص بيمثل نتيجة الخطيئة اللي صارت في جنة عدن فقد كل الأشياء اللي كان هو فعلا محتاجها هذا الشخص ركز على الأشياء الثانوية ومركز على الشافي اللي جاي ينطي الشفاء هذا الشخص كان مهتم بالسنين اللي قاعدها والأشياء اللي هو عانى وديعاني من عدها عينه كل الوقت على الماضي ما قدر يشوف الآن الشافي موجود ما قدر يشوف أنه ممكن ينشفي أتمنى أنت ما تكون مثل هذا الشخص هاليوم أنك فرصة التغيير والله فعلا يقدر يشفيك من كل أمراضك الجسدية والنفسية والروحية يا بان السماوي مكتوب عنك أنك أنت أنت هو الرب شافينا أنت يا رب فعلا بدمك شفينا وصلي باسم المسيح لمسة شفاء على كل مريض على كل تعبان على كل منحني بهذا اليوم باسم المسيح يسوع وصلي أمين أمين الرب يباركك وتمتع بشفاء الرب لحياتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر